رحبا فيك ونعن جديد مشاهدينا ونتابع هذا الحوار مع ضيفي رئيس حرير جريدة اللواء صلاح صلاح سيد صلاح كيف أيضا شفت مقاطعات اليوم المبعوط الفرنسي لرئيس الجمهورية والرئاس الثالثة أيضا يعني بالواقع هذا موقف فرنسي واضح أنه اليوم في نوع يعني يأس من إمكانية تجاوب الرئيس بيشيل عون مع المساعد الفرنسي بالنسبة لتسهيل أمور الحكومي وإطلاق ورشية الإصلاحات وبالتالي يعني عم يحصلوا علاقتهم مباشرة بالوزراء المعنيين وبرئيس الحكومي على اكتبار أن رئيس الحكومي هو المسؤول عن السلطة التنفيذية وإدارة الحركة الإصلاحية وشكل فريقه الاقتصادي من وضع الخطة التفاوض ناصل الدولي وعم يشتغلوا بنوع من الجدية يعني أكتر من الحكومة السابقة بهذا الاتجاه والأهم شيء أنه فيه توافق داخلي حول هذا العمال ما فيه خلفية كما حصل أيام حكومة الرئيس حسن دي بذلك التعاطي مع الرئيس ميشيلون فرنسيا نعم يكون هامشي وغير مجدي يعني في اعتبارات الفرنسية وفاعم يختصوا الطريق باتجاه الإجراءات العملية على الأرض اشتركوا في القناة